أرقوي من أصغر دول الأمريكيتين لكنها مصرة على ريادة في مكافحة التدخين سنت قوانين من الأشد في العالم بما فيها حضر التدخين في الأماكن العامة وفرض التحذير على علب السجائر ويغطي التحذير 80% من سطح العلبة منذ عام 2009 كما نص القانون ويبدو أن هذه القوانين قد حققت المرجوة منها من تقليص معدل التدخين لكن شركة التبغ العالمية فيليب موريس غير راضية وقررت اللجوء للقضاء فرفعت قضية على أوروغوي بسبب فرض مساحة 80% وبسبب سن قانون آخر يسمح بنوع واحد من السجائر لكل شركة وتطالب فيليب موريس بتعويض مقداره 25 مليار دولار وتجادل بأن هذه الإجراءات تتجاوز ما فرضته جميع الدول في صناعة التبغ وأنها لم تدلل على فعاليتها في تخفيض معدل التدخين كما أن القانونين لا يقومان بما يجب لمكافحة السوق السوداء بل قد يعزز نشاطها في رأي شركة التبغ إلا أن هذا السياسي يدافع بشدة عن موقف حكومته لا يمكن أن تكون هناك محكمة تضع مصالح التجارة والصناعة والعمالة قبل الرعاية الصحية ولذلك نحن واثقون جدا بأن المحكمة ستحكم لصالحنا وضد فيليب موريس كارلوس في المستشفى يتعافى من جراحة في القلب كان يدخن علبة كاملة كل يوم على مدى أربعين عاما لم أكن أدرك مدى الضرر الذي ألحقه التبغ بجسدي ثم أخذت أعاني من مشاكل في القلب وفي التنفس حينها قيل لي إن السجائر تقتلني بعدها بدأت أحلم أنني أمزق العلبة وأرمها ولا يتوقع صدور الحكم في القضية قبل ثلاثة أعوام وتناصر منظمة الصحات العالمية موقف أوراكوي في قضية يعتقد أنه سيكون لها تأثيرها على سياسات مكافحة التدخين في العالم